دروح بقى الأخبار اللي مفرحنا النادي الأهلي بكرا إن شاء الله حنواجه فريق الجونة في ساعة اثنين ونص عصرا على ملعب الأهلي وي السلام ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية للمحترفين طبعا تدريبات الفريق شغالة ويمبارح بيتسو موسماني عقد محاضرة مع كل اللاعبين قبل انطلاق الميران الجماعي وشرح لهم نقاط القوة والضعف في فريق الجونة وشملت هذه التدريبات يعني إقامة ترايماتش وتدريبات بدنية وتوجيهات فنية من بيتسو موسماني بالإضافة لتدريبات خاصة بحراس المرمى وطبعا من اتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي بكرا إن شاء الله